الجملة بتاعت انت مش عارف أنا مين دي هي مستفزة للكل انا بالنسبالي بتعفرطني عفرطة طيب بص اي حد اي حد هيشوف الحلقة دي يشوفها على السوشيل ميديا يشوفها على مش عارف يوتيوب على اي اختراع من الاختراعات ويكون من النوعية بتاعت انت مش عارف أنا مين ياخدها مني كلمة طز هتطلع مين يعني مين هو في حاجة اسمها اولا عقل ومنطق وضمير ده نمرة واحد اتنين في حاجة اسمها القانون يعني عقلك ومنطقك وضميرك المفروض يخليك تحفظ على حياتك وحياة الاخرين ده واحد انت عاوز تدلع الننة فتجيب لها الجات ولا تجيب له الجات مع برضو ننة فيقعد يلعب ويخبط ويعور ويموت الناس بس أنا بدلع ميده بتاع اطلع من البسينة عشان تشرب ووتر ان شاء الله عنه ما تدلع هو بيتدلع على حساب نحن يعني يتدلع على افانة يتدلع على حساب اعمارنا وصحتنا عشان ايه هو كاتكوت بابي لازم يموت حد ولا يعور حد عشان يتبسط مش موضوعي بابي ده بقى فاكر نفسه انه جابت ديب من ديله ومحدش يعرف يقف في وشه لا في قانون يقف في وشك ويفرملك ويعلمك ويعلم عليك بالقانون وبالادب واي حد في الدنيا يغلط لازم تتصدى لازم نتصدى يعني اذا كان مالكا لقرية ولا مالكا لقتل ولا المكان الاخره تصدى وبابنطلقه ما فيش حاجة اسمها مش قادر على السكان ولا مش قادر على الملاك فأطلب تفعيل القانون زي ما حصل يشوف انا ما عرفش مين القرية ولا مين صاحب راح بالمحافظ قال له انا مش قادر عن الناس اتصرف فاند فالمحافظ قال له ما فيش جات بس خلاص خلصنا قانون ولا عايزينها فوضى ما هو عايزينها فوضى بتعيطه عايزينها قانون بتعيطه طب نعمل ايه الصح ما فيش فوضى الصح قانون على رقبة الكل الغاني قبل الفقير التخيم قبل الرفيع الواصل قبل اللي مش واصل لحد قانون عكل لكن هو ايه يعني جوا بقى بفلوسك وبمالك هتنول اللي في بالك لا مش بفلوسك وبمالك ما حنكون نسا بنتكلم من يومين اخلاقك وادبك والتزامك واحترامك لنفسك ولللي حواليك ما حدش يقدر يقول لها كلتة التلاتة كام حاجة وضع غريب جاء شفتوا طعا الناس اتعلمت الكلام ده منين متأنا شفتوا طعا